السلام عليكم ومحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سانا بيوتي. كنتمنى تكونوا الى خير. وبخير اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المشروب غادي يكون بمثابة بروتين طبيعية. غادي نحضره بنفسنا في البيت. رائع جدا بمكونات تبتات الفعاليات جالها الكبيرة في زيادة الوزن وفي تضخيم العضلات. غادي اهنيكم من شي حاجة سميتان نحافة شديدة الناس اللي ضعاف بزاف. وبغين يزيدو في الوزن ديالهم. كنقول لكم هاد المشروب هادا الصالح لكم ما يعطيكم واحد نتيجة رائعة. ايضا غادي يزيد في حجم المناطق الانتوية. غادي يكبر لكم في حجم المؤخرة. وايضا غادي هنيكم من مشكل ديال خفصة العضلة النائمة اولى الورك الاغائر. بمكونات اللي كتصلح العائلة كلها ممكن يخطوه رجال العيالات حتى الوليدات الصغر فيه عناصر اللي هي مقوية عفوا للجسم كلها فوائد فيه بزاف ديال سعرات الحرارية. سعرات الحرارية هي اللي كترتب على ديك الزيادة في الوزن وكتكون زيادة اه سليمة وزيادة صحية وامنة. اه في بزاف ديال كارب بزاف ديال بروتين بزاف ديال فيتامينات في ديال معادن. صراحة مشروب رائع جدا ولا مو اعتمد عندي وكان اخدو دائما خصوصا هكا الا كنت كان نمارس الرياضة وبغى نضخم واحد الجزء من الجسم ديالي كان نتعمد هاد المشروب هادا كيعطي نتيجة زوينا. كنطبع اني شو وقتكم واندخلو مباشرة مش كتشفوش نامو المكونات ديال وطريقة تحضيرو كذلك كطريقة تستعمل ديالو. ما تمشيو فين خليكم معي حتى الاخر ديالفيديو. اذا الحبيب جريب لما نطول عليكم غادي ندخلو مباشرة في تحضير المشروب وفي نفس الوقت غادي نقول لكم شنا ما المكونات والمقادر بالضبط اللي غادي نستعملو فهذا المشروب هادا. لك اول حاجة غادي يحتاجو الكاسة ديال الطحان الكهربائي غادي نقطع فيه هنا يا واحد الموزة او لبانانا غادي نستعملو فقط حبة واحدة. من بعد غادي نضيف عليها اه ثلاثة دجال ليسكوب او لثلاثة دجال معي لقا تكونوا كبار عامرين مزيان بسيري لك ما تخيلوش هاد المكونات مع باقي المكونات اللي غادي نشارك معكم في مشروب اليوم اشنو كي يدير اللي جاسة مراحك كي يزيد الوزن بواحد الشكل اللي هو رائع جدا نتيجة مضمونا معي لكم الا تجربوا هالمشروب وليبنات وتواضبوا عليه وتدوموا عليه وغادي تشوفوا هال نتيجة اللي غادي تبهركم. انا قد هاد الكلام اللي كنقول مع لكم ايه اللي تستعملوا وغادي تشوفوا ان شاء الله النتيجة بنفسكم. سيري لك شي حاجة اللي واعرة بزاعة في لازتوال مشروبات ديالكم كتزيد في الوزن بواحد الشكل اللي هو خطير جدا ونتيجته مضمونة. كيف تلكم غادي نضيفو ثلاثة ديال معلق يكونوا عامري مزيان من سيري لك. من بعد غادي نضيفو واحد الحفنة ديال تزبيب كيف كتشوفو معي اولى العنب المجفف صفر اولى لك حالي ما كان حتى شي مشكل. مهم انكم تستعملو اولا تدخلو الزبيب في هاد المشروب هادا. حفينا هكا الجيل مكسرات اي نوع الجيل مكسرات حاضرة عندكم اولا متواجد عندكم في البيت تستعملو. مهم كيف قلت لكم انكم تدخلو المكسرات في هاد المشروب. انا استعملت هنا شوية جيلوز مع شوية ديال القرقاع كيف كتشوفو معي. ره غير شوي شوي من الحاجة ولكن ره في الاخر غازي نحصله على واحد المشروب اللي غادي يكون مركز وغادي يكون غني بالمعادن بالفيتامينات بالكرب بالسعرات الحرارية اللي كيف تلكم غادي ترتب عليها زيادة في الوزن فهاد الشيادة كيف تلكم غادي جيبوا واحد الكيمية اللي غادي تستعملوا منها واحد واحد القياس لي هو قليل وغادي تديكم مدة طويلة ضرق ما غادي تكون شاي حاجة مكلفة وكتكون شي حاجة اللي صحية وصحية حسن من شي حاجة اللي غادي ناخدوها جاهزة سواء كانت حبوب او لا لحسات او لا لحساتها او ما دائما كنقول لكم ما الافضل على انكم تحضروهم بنفسكم كتكونوا ضامنين المكونات اللي كتديروا فيهم مهم رجعوا للمشروف ديالنا كيبكت لكم غادي نديروا حفنة ديال المكسرات انا استعملت هنا اللوز والقرقاء انتم ما استعملوا اي نوع متوفر عندكم وفي الاخير غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء شوفوا البنات هنا يمكنكم تستعملوا الحليب كيف يمكنكم تستعملوا ياور طبيعي او لا تستعملوا ببيرلي ركي يعطي نتيجة زوينة اللي درتوا ببيرلي قادي تقدوا القاديم زيان ممكن ايضا تستعملوا الماء علش درت انا الماء لان الماء سريع الهضم كتستفد الدات بسرعة من هذا المشروب على عكس على انكم تديروا الحليب شوية كيتقال على ما يهضموا الجسم كستفد منه بسرعة لان كيف يمكنكم الاختيار حليب او لا ما او لا ياورت اللي بغيتو من الافضل نضيرو غير كاس ديال ما بطبيعة هكي يكون كاس كبير باش يجي هاد المشروب هادا مركز كتار ما يجيش هكا جاري كيف كنقولو ما غادي استفدومه اواله بحلقة تشربه غير الماء من الاحسن على انه يكون شوية تقيل لان قادي نتحن هاد المكونات هدي كلها ورجونا نتلقى معاكم باش نشارك معاكم الشكل النهائي ديال المشروب اليوم او البروتيلي حدنا مع بضياتنا اليوم ونشارك معاكم كذلك طريقة الاستعمال ديالو نقولكم كيفاش تستعملوه باش اه تزيدو في الوزن وايضا كيفاش تستعملوه هلا بغيتو تتكبرو في المناطق الانتبية للكم وتحصلوا واحد جسم متناسق بحل سعادية للعمل وفادل اثناء هدي مكرة هتكون شو حبيب يالي كلكم تهبطوا تدعموني بالضغط على زر الاعجاب المسألة ما هتاخد منكم غير بضع تواني ولكن غادي تفرق معايا انا بشكل كبير هكا هتكونوا شجعتوني ودعمتوني وساعدتوا لان الفيديو ينتشر ويتشاف على نطاق او ساعة وهذا هو الشكل النهائي ديال المشروب اليوم بعد ما تحنت هديك المكونات كلها مع بعضياتها كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله كيجي تقيلو كيجي خاتر لبنة من عاوش لكم واخد سمعوا الماء ما تخلعوش راح كيجي بنين بزاف ولبنة هنا حاطها اولى اللي متحكمة في هديك المكونات اللي كينا في المشروب سوى اللوز القرقاع سيريلاك اللي حتى هو كيطلق ذاك الحليب ديالو الموز صراحة كيجي اولى الزبيب كيف كتشوفوا معايا احنا راما درنا شوي صكر نهائيا كنقول لكم دائما وصفاتي كان عن حرص على انها تكون صحية وكتفيد الجسم اه الماكسيموم فهنا مستعملاش صكر استعملنا الزبيب اللي كيعطيه ديك الحلاوة الطبيعية وكيساهم بشكل كبير طبيعة الحال ما نغفلوش على الضبيب زيادة الوزن دونك هاد اه المشروب هدا دسم بمكوناته اللي فيه هو بالعناصر اللي اه زادته واحد الغينة وزادته واحد القيمة اه عالية جدا كيبت لكم السعرات الحرارية اللي كينا هنا راها كبيرة بزعف لاجينا نحسبوها راها كبيرة وغد ساهم بشكل كبير في زيادة الوزن اولا غد ترتب عليها زيادة الوزن ما عليكم الا تجربوه بالنسبة ل هاد المشروب هادا غادي تاخدوه جوشت المرات فالنهار الناس اللي باغين يزيدو غير في الوزن يعني ما عندهم غرض بالخفصة او لا بالمؤخرة فاللي بغين يجدوا غير في الوزن يملوه او لا يعمروا الجسم ديالهم كله غتي ياخدوا هذا المشروب هذا جوش المرات في النهار واحد في الصباح من وراء الفطور واحد في اللير قبل من نعاس مباشرة اما بالنسبة للناس اللي بغين ينحتوا الجسم ديالهم يحصلوا على هذا الجسم المتناسق كيف يكون قولوا ما كاناش الكرش ما كاناش الجناب يكونوا غير المناطق الانتوية هي البارزة الصدر المؤخرة الارداف ويتهنوا من الخفصة كانتش ناس كيقول لك لا مستحيل انك تهنين من الخفصة انا كان نهضر معكم عن تجربة صدقوني والله القسم انا ما غديش نجي نحلف غير هكاك اللي لكنت متأكدة مليون في المائة مش غير مية في المائة بانا ادش اللي كانقول لكم صحيح وانا نتيجة ديتهم ضمونا اي حاجة اي حاجة لبنا تخيلوها في دماغكم ما عندكم شو بغيتوا تديروها ممكن تديروها بالوصفة الطبيعية بالرياضة غادي تحصلوا على ذاك الشي اللي بغيتوا اللي ما عنداش الصدري واللي عندها الصدر اللي ما عندهاش المؤخرة غادي عدر مؤخرة اللي كتعاني من مشكل دي الخفصة غادي تهنى منه صدقوني كنهضر معكم عن تجربة وبغيتكم انتم ما تدخلوا معايا بتحدي تجربوا قر هاد شريكا نقول لكم تبعوا حرفيا ما تعقزوش واتحصلوا على نتيجة واعرة واتوصلوا لها تشريكا نقول لكم ناس اللي بغين يكبروا في حجم المؤخرة وبغين يبرزوها بشكل رائع جدا وبشكل متناسق ذاك الشي اللي كتحلمي بيا غادي تلقيها اختي ايضا الخفصة تهنى منها ما عليك الا بالرياضة الرياضة مع هاد المشروب هادا بجوج ما نستعملش حاجة وحدة لأنا ما تعطنيش نتيجة كي بكت لكم يلا اخذينا غير المشروب بوحده وغادي يساهم في زيادة الوزن الان كان هادا الضبع اللي بغين يبرزو المؤخرة ويتهنو من مشكلة الخفصة او لا يكبروا الجزء السفلي ديال الجسم ديالهم ياخدو هاد المشروب مع التمارين تبقى ليحطت لكم بزاف ديال التمارين اللي كتهنيكم من الخفصة وكتهنيكم كذلك من مشكلة المؤخرة المسطحة كتبرزها وكتكبرها وكي يجي شكل دياله مدور يلا بغين نقوله التمارين اللي كتعطي نتيجة واعرة بزاف المشكلة ديال بزاف ديالبنات انهم ما كيدوموش كيعيو كيعكزو ما كيكملوش الرياضة ما غديش تبيين لك او لا سبور او لا الحركات او لا هاد التمارين هادي ما تبيينش لك النتيجة بين عشياتي وضوحها خص شوية ديال السبر خص المداومة خص الاصرار الى اصريتي على شي حاجة غتوصل لها غتوصل لها كان هادر معاكم عن تجربة انا رفاش كنتبع سبور لا انا ولا عائلتي ولا قاع الناس اللي ضايرين بياك يلاحظوا الفرق العكس انو كيجو بعض الخطرات ما كيكونش عندك الوقت كان عقزو كان بزاف ديالحويج اللي كتصراحة كتتتحدى لانك يتكملي هنا كنا رجع باش نكون صريحة معاكم دونك اي وحدة بغا تحصل على واحد الجسم تخدمه تخدم اختي خدمي الجسم ديالك شوفي هادك الشي اللي غادي تمشي تخسريه فلوس فلعصال انا كنقولك سيري جيبيه لوز وقرقاع وجيبيه شوفان وجيبيه زبيب وجيبي بحلقة بانان وذك شي وكوليه في الدار وديري تمارين انا غادي حط لكم تمارين اللي كنستعملها شخصيا في صندوق الوصف راه صدقوني اقسموا لكم يمين انا لك تعطي نتائج واعرة بزاف هادتمرين بعدا ايلا مشيت تتبعتوه في دار في شهر شهر واحد غتباليكم النتيجة ولكن تبعو بالحداث يرجالو غاضي خليليكم كيف قلت لكم الرابط في صندوق الوصف باش تعرفو فوقاش غتستعملو هادتمرين ما تستعملوه يوميا ما غضي اشتعتاكم نتيجة وما تستعملوه يعني مرة في سمانة يكدر مرة في ثلث أيام ساعة حتى ساعة ونصف النهار راه كافية باش تعطيك نتيجة وعرة بزاف غير الحاجة اللي غاضي نبغي نذكركم بها ونلح عليها هي انو دائما من بعد التمارين الرياضية نهضر دائما مع الناس اللي بغيين اولي البنات اللي بغيين يكبرو جزء الصفلي يدعلو متهنو من الخفسة كاتهني من الخفسة اختراني متأكدة من هاد الهضرع دي كنقول كاتحيد بمرة دوك الجنب دي المؤخرة كعمر وما كتبقى ش دي الخوية اولا دي الويرك الغائر كيف نقول كيف شغلت هنا من بعد التمرين مباشرة ماشي مباشرة من بعد التمرين باربعين دقيقة عادة باش كتاكلي مش يديرو التمرين ودقلزو لا منورا التمرين باربعين دقيقة كولي كول اختلابات كولي البيض كولي البطاطا مسلوق روائرة بزاف مع شوية جل الملحة والكامون والزيت الزيتون ضروري الزيت الزيتون مش الزيت الاخر انا الزيت الزيتون فيه واحد نسبة علي السعرات الحرارية خودي هاد شي هدا اولا بحل هاد المشروب هاد البروتي اللي اعطيتك خودي احتها هواية من بعد تمرين نهاية الفيديو كانت منا الوصفة جالي وما تكون نالت الاحجاب جالكم كيف كنت لكم هاد المشروب رمش فقط حكر على النساء ممكن تعطوهم ولدات صغار وحتى الرجال يمارس الرياضة واللي يضخم العدلة دي الجسم دي لهم كمان الاجسام را يشرب هاد الانواع هاد من المشروب فمع لكم إلا تجربوا إن شاء الله هتحطلوا على نتيجة رائعة جدا وكيف اشتوا معي بمكونات صحية سليمة آمنة على الجسم وكلها فوائد قبل ما تخرجوا لا تنسوا تدعموني لايكات بغيت بزيار لايكات باش هكا تشجعوني من تصوش كذلك انكم تبار تعجيو الفيديو مع حباب واصحاب وأي واحد كيهم بزيار السلام عليكم